حياة المشاهير من قرب لك النجوم جمالات زايد جمالات زايد الفنانة خفيفة تضل التي طالما وجدت على الشاشة تستطيع أن تنتزع الطحكة منك بسهولة ويسر فهي تمتلك من مقومات الكوميديا ما يجعلها أحد أهم الوجو خفيفة الظل موهبتها الفنية الممزوجة بالكوميديا جعلتها في طليعة الفنانات الكوميديات في الإذاعة المصرية وتلاها التلفزيون المصري في كل دور تقوم به كانت تضع بصمة واضحة فيه حتى ولو كان الدور لا يتعدى المشاهد القليلة أعزائي مشاهدين أن يوم أنتم على موعد مع الفنانة الثرثارة صاحبة أشهر زغرودة في الوسط الفني الفنانة جمالات زايد فتابعونا إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد وأيضا لا تنسوا عمل أعجابا للفيديو ولدت الفنانة جمالات زايد في السادس عشر من فبراير من عام 1919 لأسرة فنية فهي شقيقة الفنانة آمال زايد وبنت شقيقتها هي الفنانة معالي زايد البداية كانت من الإذاعة حيث لمعت شخصية جمالات زايد التي اشتهرت في بدايتها بأدوار الساحرة الشريرة لتنطلق بعد ذلك في مشوارها الإذاعي وتتألق في ساعة لقلبك من خلال دور أم بندق وكذلك في المسلسل الإذاعي عينة مرزو أفندي الذي قدمت فيه شخصية أم علم وفتحت الإذاعة المصرية الباب على مسرعيه أمام جمالات زايد لتتلقفها السينما في معظم الأفلام في الخمسينيات والستينيات بعد بدايتها في فيلم كازينول الطاقة لتتوالى أعمالها الفنية بعد ذلك من خلال أدوارها المتنوعة لشخصية المرأة الحشرية واللتاتة والرغاية ذات النمط الشعبي ولا يمكن للمشاهد أن ينسى دورها في فيلم سر طاقية الإخفاء الذي جسدت فيه دور أم عصفور ومشاهدها الكوميدية التي أطفت على الفيلم مزيدا من الكوميديا الراقية كما عرفها جمهورها بزغاريدها التي دائما ما كانت تطلقها في المسلسل الإذاعي ساعة لقلبك وارتباطها بتقديم دور الخاطبة جعل هذه الزغاريد جزء لا يتجزأ من أي دور تقدم ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها فاطمة وماريكا وراشيل المصري أفندي عقبال البكاري الآن سحنفي والعمر واحد الستات ما يعرفوا وش يكذبوا مملكة النساء إسماعيل ياسين في الجيش أنا حرة إحنا التلمزة علي سمراتي وغرام في السلك وفي المسرح عملت جمالات زايد مع فرقة الريحاني وكذلك فرقة إسماعيل ياسين في عدة مسرحيات لم يكتب للكثير منها تصويرها تلفزيونية وتعتبر الفنانة جمالات زايد منافس قوي للفنانة الراحلة زينات صدقي من خلال تجسيدها أدوار السيدة العانس والسرسارة والخاطبة والخادمة والداية والزوجة النكدية تلك الأدوار التي برعت في تقديمها بقوالب كوميدية تفردت في أداء الكثير منها بشخصيتها الخاصة تزوجت الفنانة جمالات زايد من الفنان محمد الدين الذي تعرفت عليه في بداية حياتها الفنية أثناء عملهما بمسرح الريحاني ثم فرقة إسماعيل ياسين لذلك أصبح المسرح البوابة التي تعرفت بها على زوجها وحب عمرها في عام 1980 رحلت جمالات زايد في الثاني عشر من سبتمبر تارك إرثا لا ينضب من الكوميديا الراقية في زمن الفن الجميل عزيزي المشاهد وبعد استماعك لتقرير اليوم أي من الأعمال الكوميدية تفضلها للفنان الراحلة؟ شاركنا برأيك إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات واضغط زر الإعجاب واشترك في القناة ولا تنسى تفعيل القرس ليصلك كل جديد لدينا اشتركوا في القناة